السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن الإفرازات البيضاء في الشهر التاسع وما هو سبب نزول إفرازات بيضاء في الشهر التاسع من المهم أن تعرفي أن الإفرازات البيضاء هي إفرازات طبيعية لا تدعو للقلق وهي من بين الأعراض الشائعة التي تشهدها المرأة في فترة حملها وبالأخص في الشهر التاسع ويعود سبب نزول إفرازات بيضاء في الشهر التاسع إلى ازدياد ترقق عنق الرحم وجدرانه ويصبحان أكثر نعومة من أجل حماية الرحم والمهبل من الإصابة بالعدوى والبكتيريا كلما اقترب موعد الولادة ازدادت الإفرازات المهبلية وزادت سمكتها وإذا كانت الإفرازات مصحوبة بالقليل من الدم فهذا يعني أن الجسم يستعد للولادة وأن مرحلة المغاد قد اقتربت ثانيا ما هي الإفرازات غير الطبيعية وما أسبابها؟ الإفرازات التي يميل لونها إلى الأصفر أو الأغدر والتي تكون رائحتها كريهة أو مصحوبة بحكة هي إفرازات غير طبيعية وتشير هذه الإفرازات إلى وجود التهاب أو عدوى مثل عدوى الخميرة المهبلية والتي تعرف بداء المبيضات كما أن هذه الإفرازات وبالأخص التي تميل إلى الأحمر يمكن أن تشير إلى وجود مضاعفات في الحمل مثل انفصال المشيمة وبالتالي يجب استشارة الطبيبة من المهم جدا أن تزوري الطبيبة المتخصصة إذا لاحظتي أن الإفرازات غير طبيعية من حيث اللون أو الرائحة من أجل ضمان سلامتك وسلامة طفلك في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ